اهلا بكم لما تعود الارض الانتخابية تنتظر حتى الاحد فالحماسة تضرب في كل صندوقة وصوب والحروب الحزبية والعائلية باتت على صورة مزايك تتحالف هنا وتتنافس هناك احزاب القوات والتيار والكتائب تمكنت بشق النفس من اعلان لائحة التوافق في زحلة برئاسة اسعد الزغيب التي ستكون في مواجهة الولدوزر من يمسكاف من جهة ولائحة قولة فتوش من جهة اخرى ما صنعته زحلة بجهد جهيد تعذر على الحدث الذاهبة الى حرب الغاء بلدية بين القوات والعونيين وسيتعذر على عدد من مناطق كسروان التي تقضع لمفاتيح انتخابية يصدقها الناس وابرز جحافلها منصور البون الخدماتي الاول واذا كان جبل لبنان عنوانا لاحقا فان الابرز اليوم سيتوزع بين محطتي بيروت والبقاع وزحلي ضمنا واذاء معارك البلدات البقاعية الطاحنة وتفعيل دور العائلات في وجه الاحزاب استقدم حزب الله سلاح التكليف الشرعي الذي تلاه الوزير حسين الحاج حسن باسم السيد حسن نصر الله على المنتخبين من مجاهدين ومجاهدات والى الاخوان في مجلس النواب حيث حماسة الاعضاء على القانون النيابي جاءت اقل من تلك المنتشرة في الهمم البلدية لكن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري نجح في حصر نقاش اللجان المشتركة باربعة مشاريع قوانين من ضمن 17 قانونا على ان يحصر عدد النواب في الجلسة المقبلة وكذلك حجم الدوائر ونوعية النظام الانتخابي وبالتنزيلات وصحق الاسعار في مشاريع القوانين ربما تتمكن اللجان من تحويل صيغة مقبولة تمازج بين النظامين النسبي والاكثرية الى الهيئة العامة لمجلس النواب وعندئذ خير بري عاجله